بيوتي عن والبيينج فوروم 2024 بالفوروم دو بيروت من 18 إلى 21 نيسان منحكي عن هالفوروم مع مديرة والمؤسسة هندي داغر أهلا وسهلا فيك معنا كمان استوديو دكتور جاد نعمي اختصاصي أنف أذن وحنجرة رائد بمجال الصحة النفسية والجسدية وعضو تأسيسي كمان للفوروم نحكي كمان عن والبيينج إجمالا كمان عند الأشخاص مش بس بوقت الفوروم يعني أكيد فكرة كتير حلوة والبيينج شغلي كتير مهمة رح نحكي عنها بالتفصيل كمان مع دكتور نعمي بس بداية خبرنا عن هالإيفنت بالتحديد وكيف توصلت له نحنا كنا أول شي مرسي بكو ستكاتشا لا استضافت نحنا كنا عم نفكر أنا ودكتور نعمي عم نفتح حلق سنتر ميديكال بروهيلث ميديكل سنتر وكنا عم نقول أنه اليوم اللبناني من بعد ما مرأ بالانفجار بيروت والأزمة الاقتصادية والكورونا وهالأحاليان الحرب بحاجة ليوعى أنه حال النفسية الصحة النفسية بتعكس على الصحة الجسدية وقلنا أنه ليه ما منبلش نعمل توعية بيبلش بالفوروم دو بيروت بـ 18 و 21 نيسان تحت سقف واحد نعلن ونفرجه تحت سقف واحد كل الـ إذا أريدك الـ تنخل اللبناني بصحة جيدة عم نشوف على كل حال البروشير للفوروم دكتور نعمي شو يعني سيد كاتيا الوالبينغ هو مفهوم جديد بالصحة العالمية من ناحية البابليك هلس هي حالة بتعكس السعادة والصحة عند الإنسان ونحن هدفنا الأساس أنه منعرف قداش اللبناني بهالأيام متعب بحالته اليومية وقدي عم بيستعمل عادات غلط عم توصل للصحة عم توصلنا كتير أمراض بالمجتمع ومن هنا أهمية الفوروم اللي نحن شفنا أنه لازم نجع نغير العادات ونحسن العادات ونوصل لنوع صقافة جديدة عند اللبناني أنه يشوف قد أهمية الحياة الجديدة والعادات المنيحة مش الثيئة سو من هون الوالبينغ نحن عم نخدها كصقافة عامة عم نطلقها على جميع مساحة الوطن نبلش نشتغل على صقافة اللبناني تكون صقافة أحسن من ناحية الصحة وهيك يعني كمان في اختصاصات كتير جديدة ممكن تكون عم بتساعد الشخص حتى اللي يكون عنده حياة صحية سليمة كمان كيف لا كان سو نحن بقلب الفورم هي راح تكون نقلة كتير نوعية وحلوة وأن كل العادات الصحيحة إن كانت على الصعيد والصحة يكون في توعية على الناحية الصحية الجسدية أو كمان النفسية كمان سو نحن نعرف أن الصحة هي بالمفهوم الجديد ما بقى فيها نحكي أن الصحة هي بس مرض وعلاج الصحة هي شي متكامل يعني نسميه الهوليستيك أبروتش وأن عنا الصحة الجسدية والنفسية متعلقة ببعضها وهون هيك لازم بقى نشوف الإنسان والمرض مش كأنه بس أنه شخص موجوع وعم نعطيه العلاج لأنه المفهوم الجديد للصحة كتير أوسع خصوصا بوجود التكنولوجيا والطب الحديث في عنا كذا شكل نحن بنحطها وهون عم نحط كلها العادات وكلها المفاهيم الجديدة بهذا الفورم مين رح يكونوا العارضين بالفورم؟ أنا بس بحب أوضح أن هو هذا الفورم رح يكون ثلاث فئة اللي هو فئة الجمال اللي تحبط عن النفسية اللي هي الصحة النفسية والصحة الجسدية اللي هو العي ستايل نغير بطريقة نمات حياة نشوف هيك ببرومو صغيرة أجواء الفورم نرجع منتابه أكثر من 200 عارض رح يكونوا مجموعين بالبيوتي أند والبيين فورم 2024 بقدم الممتدى تجربة فريدة بتجمع بين الجمال والصحة النفسية والجسدية نضموا إلنا للاستماع لمتحدثين ملهمين وللمشاركة بمناقشات جماعية مثيرة وفرص أيامة للتواصل لقونا من 18 ل 21 نساء بالفورم دي بيروت فرص أيام للتواصل هيدا كتير شغلة مهمة وفي نقاشات رح يكون فيه بقلب هالمنتدى خبرين عنه مصبت رح يكون فيه ثري ستايلجز أول ستايلج هو كونفرنسز كل شيء ميديكل سباشيليست حكما خبراء تايحكوا عن بروفنتيف والالترنتيف ميديسين هلأ دكتور نامي بيحكينا عننا شوي رح يكون فيه ثاني ستايلج اللي هو كل شيء أكسبرتز للميكوب والبيوتي نحن من عنا لمع الجمال نرجع نذكر ونرجع نحط خريطة لبنان على خريطة المعارض الدولي والإنترناشنال لأنه اليوم نحن عنا كل المواهب في لبنان ما في لزوم حتى نحن تنسافي كرميلتا نشوف نروح نستشيرهم وعنا الثالث ستايلج اللي هو نغير طريقة إذا بدي كنا بقى حياتنا الهايكينج، السنوركلينج، السكينج اللي هو إذا غيرناها طريقة كيف نأكل، كيف نعيش كله بيأثر على صحتنا ألون تاغم باللبنان وهنا كنا سيكون في كمين ستايلج لهذا الموضوع لذلك ثلاث ستايلج تغير اللبناني نظرته للحياة حكينا عن نقاشات حكينا عن تواصل فإذا العلاقة بين طبيب والمريض لازم تكون عم ينظر له بطريقة مختلفة صحيح، يلي عم جرب نعمله هون بهذا المؤتمر هذا المنتدى هو أنه نكون كطبيب والحكيم نكون أقرب للأشخاص نحن نكون كتير بعض عن المستشارات والعيدات نحن نكون فيه توقس بين الطبيب والأشخاص الموجودين بالفوروم جميع اللبنانيين، المدعومين نكونوا عم بيجوا تنكون عم نشرك النقاشات يفهموا أهم شيء اللي عم جرب نحطه هو العادات الجديدة يلي بتبعدنا عن عادات السيئة اللي كنا عم نعيشها نفهم شوي أهمية صحتنا بالنهاية هي صحتنا هي كل إسمائلنا مثل شو دكتور، شيء يعني طب وقائي؟ الـ Preventive Medicine هي كل شيء بيمنعنا نوصل للمرض يعني أنا عم جرب نتفادى المرض بعادات كتير هيني موجودة كل يوم كتير سهلة فينا نطبقها بحياتنا اليومية من ناحية الأكل، من ناحية التمارين البدنية أو من حتى المنتل هيلس اللي هي أساس الوالبينغ سو كمين من ناحية المنتل هيلس عم نشتير على صحة النفسية للإنسان كيف بشاركوا الناس بهذا الفورم؟ فيون على السوشيل ميديا وعلى الويب سايت رح نكون عم نعمل Pre-sales tickets وبس يكونوا موجودين معنا ونحن بعض عم ناخد stands وعم ناخد experts بكل المجالات وأهلا وسهلا فيون وبشكر أنا للسئة طبعا كل العالم اللي أورادي يشتركوا معنا وبس بحب ذكر كاتيا أنه نحن بلد لبنان إننا 6000 سنة بالحضارة والسقافة والجمال ومش شي جديد على لبنان ينظم أول منتدى للبيوتي and well-being ومن هون كمين فينا نشوف ست ياسمينا زيتون طلعت Miss World ومن قبلها جورجينا رزق من عنا طلعوا كل المواهب وعم نرجع منذكر العالم نعمل إذا بدك هجرة معاكسة لعنا ومنعظم كل العالم يجوا لعنا من دول العرب والإنترناشن يجعوا يجول عنا وخاصة عنا البحر والجبل وكل شي يعني هو الكيور سيستم عنا هو البلد بحب زيده موجود مية بالمية موجود وكل الأدوات للعلاج موجودين عنا بطريقة كثيرة سهلة بكافل بس نعرف نستفيد منها مية بالمية نحنا كل هدفنا بهذا المؤتمر نستفيد من كل الطائط اللي عناهم بهذا البلد مش يعني الحبة الدواء منه العلاج هي الطب الويقاية مع كل شي موجود عنا مية بين يدينا إن كان الشمس أو البحر أو أو شو ما كان يكون حتى الطاقات البشرية اللي عم موجودة في لبنان هي رح تخلي توصل إنه العلاج ويكون عم منحول سقافتنا الغلط نوعا ما لسقافة حلوة وبالنهاية بنفجر وجه الحلو لهذا البلد والطاقات الموجودة فيه إذا عم نحكي عن طب الويقاية يبلش من عمر صفر الطب الويقاية يعني الأهل كمان مسؤولين يلينا عم تحكي شكل كتير مظبوطة نحنا عم نبلش نحط هذه السقافة الجديدة حتى من الولاد ثو نحنا بلشنا بالمدارس وبالجامعات وهذا المنتدى رح يكون ابتداء الطريق لأنه رح يكمل من بعد هذا الفورم رح تبلش شوية العمل على سعيد الوطن شنه يكفي عنا الوالبينج موفمنت اللي عم نطلقه بنفس الوقت يلي رح يتوسع على جميع الأصعادة تاني شوي شوي نشترع على هذه السقافة الجديدة وان شاء الله خير الأطباء يعني متجاوبين بهالإطار الأطباء متجاوبين الخبرة متجاوبين الصناعة متجاوبة الأسادزة الجامعات ما فيني خبرك أدي التليفونة ما عم بيهدى لأنه كله بدي يعمل هالتوعية من هني وصغار يبلشوا تيمبلمت ديس وي اف ليفينج وهذا الشي اللي حيغير جانيريشنز حتى نبط حياتنا بالبروفيشنلي بمعايلتنا حتكون معاكس بطريقة كتير إيجابية هلأ الظروف منا هيني أبدا بالبلد مع هيدا وكله أخدمتوا على خطوة من هالنوع نحنا لأنه الظروف منا مؤاتية وصعبة ولأنه مشوف قداش اللبنان عم متعب بهالحالة اللي عايشينا من وراء الحرب اللي قطعناها الحالة الاقتصادية فنحنا لقينا الوقت الأنسب أنه هلأ لازم نساعد اللبناني ينهض من هيدا الحياة الصعبة اللي عم بيعيشها ونكون عم نعطي هايك نفحة حياة وجمال لإله ونساعده يتحمل الحياة الصعبة ويمشي لقدام نحو الأفضل خاصة الوضع النفسي دايما إذا ما نشغل عليه بهيدا الظروف أكيد رح يكون بالأرض كيف شغلنا عليه بهالفورم وهال يعني الطب النفسي عنده مكان نحن عنا هونيك الطب النفسي والجسدي واللايفستايل وشغلنا عليه أنه مش كاتيا بس تفوتر حيكون فيه كمان إذا بديك انترتينمنت مش بس أنه الميتان ستاند الموجودين والخبراء والكونفرنسز كل العالم رح تعطي كل تقاطة يعني كل حتى كل شخص عم يشترك معنا عم يقولنا كيف فينا نساعد اللبناني كان سورليسس كان إنوفيشن كان طريقة يقدروا يقدموها للبنان من ناحية المانت الهالس اللي كتير مهم كمان في عنا الستاس مانيجمنت في عنا السليب مانيجمنت كان هذول عداية كمان نسينهم ستاس مانيجمنت ضغط اليومي اللي عم نعيشه كتير مهم في حياتنا اليومية نفس الشيء من ناحية النوم فنحن عم نقطع على كل هالمجالات الموجودين بسكشن معينة ونعم نحكي عن النوم عم نحكي عن الستاس عم نحكي في اليوغا في المديتاشن في عنا كتير دومينات بيتعطوا بالدومين طبعا السبا والمديتاشن اللي بتساعد على السعادة الشخصية والنفسية كلهم موجودين تنساعد الشخص هو نقش والأنسب لإله تيضي يطبقها بحياته اليومية ووقات المشكلة بتبقى بيور سترس يعني في كتير من المشاكل أغلبية الأمراض هي بتبالش من السترس يعني قسم كبير من المشاكل المشاكل أمراض أوجاع مزمنة الفسيكو سوماتيك، الأشياء الكرونيك المزمنة، الأمراض المزمنة كلها ببلش من هالشي بالزيت اللي هو سترس هو أساس المشكل حتى سرطان والمشكلة لأنه سترس موجود يعني ما فينا نتفدي هو موجود بس كيف منعمله مانجمنت علينا نتعايش صحيح نحنا علينا نتعايش مع سترس ما فينا نشيله من حياتنا أكيد سوناحنا الهدف أن نتعايش معه بطر الأنسب ونحنا بهذا الفورم وبالوالبينج موفمنت نساعد الأشخاص يتخطوا صعوبة الحياة بهذه الأشياء الموجودة معه شو بريد تخبرنا بعد عن هالفورم يعني هو مميز جدا ومختلف عن باقية المنتدايات أنا بدعي كل اللبنينية يجوا تيصيروا يعرفوا كيف يفكروا صح كيف يعيشوا صح كيف يغيروا نبط حياتهم لأنه لإنه لإنه وللبنان ولكل البلاد وبدعي كمان كل الدول العربية وبره كمان يجوا يزورونا كمان تيشوفوا كيف نحنا فينا نتعاون ونفرجون لبنان نرجع نحطها على خريطة ونقللون come do your cure عننا العارضين هنه لبنانية من لبنان ولا كمان من غير نحنا العارضين من لبنان ومن برات لبنان واللبناني عم نحطه على مستوى عالمي بهذا الفورم كلمة أخيرة دكتور لكل الناس اللي عم يتابعونا ويلي أكيد مهتمين بهذاك نوع من المنتدايات أكيد على الصعيد الصحة بدعي كل اللبنانيين ينزلوا على الفورم يشوفوا أهمية هذا الفورم وقديش نحنا اشتغلنا عليه بطريقة متقنية نوصل نوصل المساج نوصل السقافة جديدة نعنوصلها كثير بهمنا الولاد واليوز واليونج جنوريشن يفهموا أهمية الصحة اللي عندهم اللي هي أهم شي عندهم يشوفوا شو هنالعادات المزبوطة ويمشوا أساسها بحياتهم اليومية فإذن Beauty and Wellbeing Forum 2024 بالفورم دي بيروت من 18 إلى 21 نيسان أي ساعة من الأربعة إلى العشرة خميس وجمعة والسبت وأحد من التنتين إلى العشرة كونوا على الموعد أهلا وسهلا فيكم وقفى هلأ أمجر متابقا لايف ترجمة نانسي قنقر